ساعات الشخص وهو بيكتب مذكرات بيكون في خلفية تفكيره أن حياته كان فيها مواقف كتير وحشة وسهبية وكده بس هيفاجأ وهو بيكتب وبيحاول يفتكر عشان يسجل كل حاجة أن الحكاية ما كانتش بالسوق ده بالعكس ممكن يفتكر كل الناس اللي كانوا بيحبوه ويساعدوه والإنجازات اللي عملها فهيكتشف وهو بيكتب أنه أكثر موضوعية وأكثر واقعية بس أكيد هيفتكر فلان اللي ضيع للترقية في الشور وفلان اللي جاره اللي كان يعني مقزم الدنيا وبتخانق مع ولاده باستمرار وهيفتكر يعني هيفتكر حاجات حلوة هيفتكر برضو حاجات كلنا في حياتنا فيه ناس حلوة وفيه ناس يعني بتعمل مواقفش لطيفة فأكيد هيفتكر ده ويفتكر ده أكيد بس هو الإنسان عادة يعني هو بيكتب المذكرات بيجنح أنه هو يكتب أكثر الخبرات اللي هو بيتصور أنه الأجيال القادمة يتعلمه منها وهو يعني هيحس أنه هو أكثر إيجابية من ساعة مر من الموقف هل الحاجة السلبية اللي في حياته يعني مواقف موجعة حد أزايا في حياته زي ما سيحاق بيقول حتى بقى مش في نطاق الشغل في العيلة في الأصدقاء فيه وهو بيكتب بيبقى متصور في عقله أنه الموقف كبير وشايله سنين تعبان من مجرد ما بيتفرغ على الورق بيشوفه قليل أكيد أكيد لأنه كمان نقل الأفكار على الورق دي عملية مهمة جدا لأنها ايه بتنظم وبتربط الأفكار ببعض والإنسان يبتدي يعمل نوع من التحليل والتفكير تاني غير اللي هو ساعة ما مر بالموقف ساعة الأزمة ممكن تفكيره ما يصعفهش مثلا يتصرف التصرف الصح ويعمل مثلا موقف الوزع عليه ده لم يجي يكتب المذكرات هيبصر موضوع أكتر يعني واقعية ونقل الأفكار على الورق زي ما حضرك بتقولي هيخفف عنه كتير